السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الميني كيك الميني كيك ده هيعجب الولاد جدا طبعا كلنا عارفين ان الولاد بتحب الشوكولاتة فالنهاردة هنعمل لهم ميني كيك في البيت هيعجبهم جدا وله طبعا حاجة نظيفة وموجود عندنا المقادير بتاعتها في كل بيت وطبعا الولاد هيفرحوا جدا لما الحاجة بتبقى معمولة وممكن كمان يشاركوكم فيها فالولاد هيفرحوا بها جدا وطبعا حاجة مضمونة جدا ونظيفة جدا والطريقة سهلة وبسيطة وهنقول باسم الله ونبدأ مع بعض الطريقة اول حاجة انا بجيب 3 بيضات بحرارة المطبخ بعملهم بالشكل ده بحط 3 بيضات بالشكل ده وطبعا لما بنحط بيت بنبقى عايزين فانيليا وهنحط رشة ملح هحط رشة الملح مع البيض علشان تدوب وهحط رشة فانيليا حوالي ربع معلقة صغيرة وكمان هنحط ربع هنحط معلقة صغيرة خل الخل بيشيل الزفارة وكمان بيخلي الحاجات تتفاعل مع بعضها وهندربهم بالمضرب او لو انت عايزة تعمليهم في الخلط مفيش اي مشكلة هنحط عليهم 3 ربع كباية سكر سكر ابيض عادي ناعم الحبيبات وهنضربهم كويس جدا وبعد ما نضربهم هنبتدي بقى نحط الدقيق بالشكل ده هنحط كباية ونص دقيق والكباية اللي بنعمل بها حوالي 150 ملي يعني كباية بس مش مليانة للاخر بحط كباية ونص من الدقيق وبنخلهم بالشكل ده علشان ما يبقاش فيهم اي تكابتلات وتبقى الحاجة مظبوطة وهشة وبحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي هو المر ده مش اللي هو فيه سكر انا طبعا بعمله كده بنخله علشان لو فيه اي تكتلات طبعا شايفين التكتلات دي من الشتة لان احنا في الشتة فالحاجة بتجيلها رطوبة فبتتكتل مع بعضها بالشكل ده فاحسن حاجة ان انت تعمليها بالشكل ده بتحطيكم معلقتين كبار او معلقتين ونص وانا بحب كمان اضيف على الكاكاو نص معلقة نسكا فيه كده بالشكل ده بفرقها بالشكل ده علشان تنزل تبقى نعمة وبحط عليها معلقة بيكينج بودر صغيرة ودلوقتي هنخلط الخليط ده زي ما احنا شايفين كده هو بيبقى زي خليط الكيك بالضبط مش مسايل او مش تخين اوي بنخلطهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده طبعا لو حابة تشيل النسكا فيه ما فيش اي مشكلة اللي يحب يحطه بس هو بيدي طعم كده جميل للشوكلت بتبقى الكيكا كده طعمها طعم وحل ولازم برضو الكاكاو بتكوني جايبة يعني خامد كاكاو كويسة انا عندي بقى علبة بالشكل ده اللي هي بتاعت الصوسات او بتاعت الكاتشاب هحط فيها الخليط ده تكون مخرومة بالشكل ده لو ما عندي كيش ما فيش اي مشكلة ممكن تجيبي اي ازازة عندك وتخرومي لغطة بتاعها بمصمار مثلا او اي حاجة وعندي صانية تكون يعني ما بتلزقش الحاجة او طاصة او اي حاجة ببتدي اعمل كده انا ازل كده الخليط على شكل دايرة وبحاول اعملهم بمقاس واحد زي ما احنا شايفين اه طبعا لدرجة ده الحرارة بتكون متوسطة علشان الحاجة ما تتحرقش زي ما احنا شايفين كده مع بعض ودلوقتي انا بغطيها بالغطة بالشكل ده واعد مثلا لحد حوالي دقيقة يعني بتعدي لحد الستين كده وبعدين بتعرق الغطة هنشوف مع بعض شكلها عامل ازاي هنعرق كده الغطة بتشوفي كده في فتحات صغيرة دي معناها ان هي بدأت تستوي هنسيبها ثانيتين تاني وهنبص عليها تاني ما نسيبهاش عشان ما تتحرش دلوقتي بقى انا هقلبها بالشكل ده على النحية التانية هنقلبها بقى بالشكل ده هي اللون بتاعها غمق شوية فانا انا يعني مرضيش اقطع المقطع ده عشان برضو اوريكم لو حصل معاكم كده هي مش اتحرقت بس هي غمقت شوية فعلشان نتلف الموضوع ده هنعمل ايه بقى هنحط تحتها صوجة اللي هي الشياطة اللي هي بتاعت الرز دي هنحطها يا اما لو كانت تقيلة ما فيش مشكلة مش هتعمل اللون ده بس هي متحرقتش هي حلوة جدا التسويب بتاعتها حلوة جدا وهنستخدمها مش هنرمي حاجة انا دلوقتي هوريكم واحدة تانية بس انا حطيت شياطة تحت الطاصة دي وهعمل برضو نفس الكلام هعمل كده تلات وحدات علشان بس اعرف اغطيهم وعشان اعرف اقلبهم مش لازم نقطر بنحاول نعملهم بالشكل ده على شكل دايرة كده بالشكل ده ولو طلعوا مش قد بعض برضو هنتصرف مفيش اي مشكلة وهنغطيهم برضو زي المرة الاولى هنتستيبهم حوالي دقيقة كده ونبص عليهم علشان برضو ما يتحرقوش اول ما بتعمل الفتحات الصغيرة دي بتعرفي ان هي بدأت تستوي من تحت زي ما احنا شايفين مع بعض هاي الفتحات ودلوقتي بقى هنحاول نقلبهم مع بعض هنقلبها على الناحية التانية شايفين اللون بقى عامل ازاي لما حطينا الصاجة تعالي بس انت رايحة فين معلش مش عارفة مسكها بالراحة ايوة كده وبعدين نقلبها على الناحية التانية شايفين دلوقتي اللون بتاحها بقى كويس يعني ما غمقتش فانتو حاولوا تحطوا صاجة تحت الطاصة اللي انتو هتعملوا فيها وطبعا لما بنقلبها برضو بنغطيها بالشكل ده وبعدين نشوفها بقى من تحت استويت ولا لقى ونحطهم في اي حاجة نرسهم كده لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا كلها والله العيال من كتر ما هم حابوا الطعمها يعني انا بقوا ياكلوها كده من غير ما هنزوقها ولا اي حاجة بقيت اطلع وهم ياكلوا شايفين الشكل طعمه جميل ورحته جميل جدا ومش قادر اقول لكم على طعمها طحفة جدا يعني دلوقتي بقى انا عملت كل الكمية اللي عندي دلوقتي بقى هزوقها انا عندي هنا مارشميلو وعملنا المارشميلو مع بعض بس المارشميلو ده عاملة خفيف شوية لاني هحطه في النص بالشكل ده بحط واحدة كده على واحدة وطبعا لازم يكونوا قد بعضه وبعدين بغطسهم في الشوكولاتة شوكولاتة مطبخ طبعا بتسيحيها على حمام مائي هنعملها بالشكل ده وهنطلعها على ورق الزبدة تحاولي تصفيها كويس جدا علشان بس الشوكولاتة ما تنزلش منها هنعمل واحدة تانية باختار اتنين يكونوا قد بعض بالشكل ده وبحط في النص اي حاجة بقى ممكن تحطي مارنجة ممكن تحطي كريم شانتي ممكن تحطي شوكولاتة نوتيلا شوكولاتة بيضة يعني كل واحد يعمل الحاجة اللي هو عنده او المتاحة ليه كل اللي عينه احنا بس بندي افكار يعني مش لازم كله يبقى زي بعضه زي ما احنا شايفين كده بنحط كده في النص اي حاجة اللي انت حباه وبتحطيهم كده على بعضه وبعدين منغطسهم في الشوكولاتة ممكن تغطسيهم في الشوكولاتة بيضة او شوكولاتة لوتس او اي نوع شوكولاتة انت حباه بنعملهم كده بنقلبها بالشكل ده وبنحطها على ورق الزبدة زي ما احنا شايفين كده هدخلها بقى التلاجة هحط لها سبرينكلس كده على الوش وممكن تحط لها اي حاجة تانية زي ما انت حبه برضو الحاجة المتاحة عندك عايزة تخليها كده ما فيش اي مشكلة برضو بتدي شكل جميل بعد ما بنعملها بالشكل ده بندخلها التلاجة انا عندي هنا برضو عايزة وريكم حاجة ان دي ما كانتش مزبوطة يعني كانت واحدة كبيرة بقى البقين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة فانا هقطعها كده باي قطع عندي علشان اعمل الاتنين قض بعض والحروف دي برضو مش هتترمي الولاد بيأكلوها ما فيش اي مشكلة بس عشان نتصرف لو حد عمل واحدة مش قد التانية بتعمليها بالشكل ده باي قباية حتى عندك بحيث ان انت تعمل الاتنين قض بعض علشان تدي شكل حل وبعدين بتزوقيها بالشكل ده وتغطيها بالشوكولاتة وبرضو بتحطيها في التلاجة بالشكل ده يعني ما فيش اي حاجة هتترمي وهنحط بقى وهنقدمها بالشكل ده ونحطها في ورق الكوب كيك بالشكل ده عشان تبقى لونها شكلها حلو كده وزريفها والولاد ياكلوها كده يمسكوها تبقى شكلها جميل ان شاء الله الوصفة تعجبكم والوصفة دي سهلة جدا وهتعملوها على طول مش بتاخد وقت خالص يارب الوصفة تعجبكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته